موسيقى موسيقى هياكم الله متابعين الكرام في حلقة جديدة من برنامتكم مدفع الافطار اللي يكن من باحة مسجد الشيخ زاي طيب الله ثراه في إمارة الفجيرة طبعا هذه الدعوة عامة لكل الأخوة والأخوات اللي يتابعوني عن طريق التلفزيون واللي يتابعوني عن طريق إذاعة الفجيرة حياكم الله في باحة مسجد الشيخ زاي طيب الله ثراه في إمارة الفجيرة وفي برنامج مدفع الافطار طبعا مثل ما عودناكم معلومة نعطيكم إياها من بعدها ننتقل للأطفال نسولفوا إياهم ونعطيهم هدايا طبعا من الجميل أنك أنت تسمع دعوة حلوة من أحد الأشخاص المقربين أو شخص بعيد عنك أحلى شيء تسمع واحد يدعي لك بالخير ومثل ما قال أبي الدرداء رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بالمثل يعني أي شخص يدعي دعاء لأصدقاءه يدعي دعاء الأهل لأي شخص أي أن كان حلو في ملك يقول لك آمين ولك بالمثل نكثر بالدعاء بهذه الأيام ونحن نقيم الليل في هذه الأيام بالعشر الأواخر في شهر رمضان فنكثر بالدعاء لعز الناس للأشخاص اللي نحن نحبهم للمسلمين والمسلمات لكل الناس للأشخاص اللي تحت الإتراب اللي ما لقوا أي شخص يدعي لهم بالرحمة انتوا دعو لهم بالرحمة والله يقويكم إن شاء الله وربي يحفظكم ننتقل للأطفال الصغار عادي اليوم يعني مقالل عدد مش موجودين حياكم الله شلونكم شخباركم شمسوين شو أجواء نبضاه وياكم خير بخير الله يحفظكم إن شاء الله انبلش من البداية بعدين ننتقل للآخر شرايكم حلوين حلوين انزين شو اسمت يا حلوة آمنة آمنة من وين يا آمنة فلسطين من فلسطين الله يحفظت إن شاء الله كم عمرت يا آمنة سبع سبع سنوات من قاعد تابعت اليوم يا آمنة من قاعد تشوفت عن طريقة تلفزيون أبي أبوت الله يحفظ إن شاء الله وربي يقوي شو حب تقولين لأبوت ها ما حب تقولي له قولي لك كلمة حلوة أحبها كثير وكل عام أنت بخير أنت قاعد غشس على أركا نزين لا كلمة من خاطرها عشان تفرحين فيها أبوت نزين شو تقولي لك شو تقولي لأبوت أحبك أحبك الله يحفظت إن شاء الله آمنة الشي لها أسنان حلوة بس ما يعظ شو هذا الشي يا أخي وقف لا تغشش خلاص المشط شي عنده أسنان بس ما يعظ شو هو المشط شعرنا فيه احنا المشط المشط إجابة صحيحة الله يحفظت إن شاء الله عطيها جائزة عطيها هذه الكوبونات من سينيرجي بقيمة 500 درهم وتستاهلين الله يحفظه ما نرفع يدينا مثل ما تعودنا نزل يدينا نبتسم وأنا حتلف لف أروح من الأول أروح للآخر أجي في النص يعني على هالأساس حلوين شوف من الآخر منه واقفين هنا منه واقف منه واقف تعالي لا لا تعالي هنا تعالي هنا تعالي تعالي يا حلوة تعالي شلونت الحمد لله شو اسمك الرغد الرغد الله يحفظت تعالي تقدم شوية رغد هون هون تقدم تقدمي نزيل كم عمرت يا رغد تسع تسع سنوات شهر رمضان نحن في العشرة أو آخر في رمضان حلو شو الأشياء اللي تعجبت في شهر رمضان اللي تعجب رغد بالذات في شهر رمضان صلاة التراويح صلاة التراويح ما من الأكلات شو من الأكلات التي تحبيها سمبوسة الله الله نزيل نزيل قوليلي سورة يطلق عليها قلب القرآن ما هي السورة التي يطلق عليها قلب القرآن ما تعرفيها نزيل هل هي سورة ياسين أم الإخلاص أم الفاتحة ياسين ياسين نجابتك صحيحة عطيها كيس من هالكياس طبعا مقدمة من مركز هنوفر الطبي الله يقويكم إن شاء الله نزيل بس ألك سؤال أول شي أول شي عرفني على اسمك وعطيني كلمة على الهواء قول أنا فلان لفلاني أوجه تحية لأهلي اللي قاية تتابعوني تمام شو اسمك رياض وقلهم الكلمة على طول رياض قولهم كلمة اللي قاية تابعك قولهم كلمة اللي قاية تابعونك أهلك ناسك أصدقائك شو تقول لهم يا رياض شكرا شكرا على شو قولهم شكرا علشان كذا 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 أنت بتتفرجوا علي الله يحفظك إن شاء الله زين رياض نحن نعرف إن في سبع إمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة سمي لهذا الإمارات السابع شو اسمهم من القوين الشرقة أبو ظبي أوكي نحن وين الحين بالفجيرة أوكي وبعد شو في بعد في الإمارات لا في راس الخيمة راس الخيمة حلو في دبي دبي وبعد عجمان عجمان إجابتك صحيحة وجائزتك مقدمة من القيادة العامة لشرطة الفجير ريعطيك العافية نزلوا أياديكم نزلوا أياديكم وخلينا نشوف الحلوين بتسم يا أخي بتسم لا أخو قاعد بتسم أنت ما قاعد بتسم أسأل أخوك يعني لحظة شلونك يا أحلو حمد الله بخير شو اسمك يا بطال اسم محمد من السودان محمد من السودان شو حاب توجه تحية يا أخوي محمد أحب أوجه تحية لكل الصايمين والله يوفقهم والله يصبرهم على أيام الباقية والله يكثر من الخير ومن حسناتهم يا رب اللهم آمين الله يحفظك إن شاء الله وربي يقويك زين يا محمد الأشياء التي تحبها في شهر رمضان شو هي؟ المنكات من أكلات من عبادات الأشياء التي تحبها أكثر شي أحب أن يصل للتراويح وقيام الليل ومن الأكلات للسنبوسة والبسبوسة قال له أعطينا الأكلات الأكلات في السودان أنا عارف الأكلات في السودان عندما تقول لي المشهورة في مائدة شهر رمضان في العصيدة والسجوك والفول علوم الله يحفظك إن شاء الله زين يا محمد قل لي بسألك سؤال حيوان يسمى بسفينة الصحراء شو اسم هذا الحيوان؟ الجمل الجمل إجابتك صحيح أعطينا الكومونات هذه وهذه مقدمة من دبي دولفين تستاهلها يا أخي محمد الله يحفظك إن شاء الله زين لا ترفعونا ياديكم وبتسبو وبتسبو وبنرجع لكم شوية شوية هزين شلونت؟ خير فرحاء عزت زعلانة ما أدري فيه شي غريب اليوم أنت حجم زعلت؟ شو اسمت؟ ريماس ريماس؟ زين ريماس كم عمرت يا ريماس؟ سبعة سبع سنوات الله يحفظك إن شاء الله ريماس قولينا كلمة وجهية للي قاعد يتابعوك كل عام ونتو بخير رمضان كريم علينا وعليت الله يحفظك إن شاء الله ريماس حافظ شيء من القرآن حافظ سورة الفاتحة شو رايش تقريها؟ بسم الله الرحمن ارفعي صوتك يا ريماس ارفعي صوتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ومديني ياك نعبد وياك نستعيد يهدينا الصراك المستقيم سورة اللذين العمد العالم وغير الموجوب عليك وضالين آمين يعطيك العافية يا ريماس عطيها الجائزة مقدمة من مركز هنوفر الطبيب صوتك خفيف لو كنت ترفعين صوتك نزين حلو بس هنا تسؤال على سريع النشد الوطني حافظتها؟ النشد الوطني الإمارات حافظتها؟ أول شيء لا عرفين على اسمك جنة جنة ولا لا نشد الوطني شوية نزين خلاص علم دولة الإمارات من كم لون يتكون؟ أحمر أخضر أبيض أسود حلو إذا نروح سلمي جائزتك من القيادة العامة لشرطة الفجيرة يعطيكم العافية أخواني وأخواتي يسأل الله أن يحفظكم إن شاء الله وربي قويكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا تقبلوا تحياتك رو برنامج مدفع الإفطار ومحدثكم عبدالله الهاشمي وكثروا من الدعاء قبل الفطور شكرا حرس المدفع تهي ثابت حرس المدفع حرس المدفع حرس المدفع للمهام مع تداسر مدفع الإفطار جاهز مدفع الإفطار أرمي مدفع الإفطار